اشتركوا في القناة وعشرين من المواطنين المغربة توجه رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة ببرقية تعزية وموساة إلى نظيره المغربي عبدالإله بن كيران وعبر رئيس الحكومة في هذه البرقية عن بالغ الأسى وعمق التأثر بهذا النبأ مضيفا أنه لا يسعني في هذه الظروف الألمة إلا أن أتوجه إليكم باسم الخاص واسم الحكومة التونسية وإلى عائلات الضحايا والشعب المغربي الشقيق بأحر عبارات التعازي وأصدق مشاعر التعاطف والموساة وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم التلتاء عن مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة التونسية في موضوع آخر أطلق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أخيرا مشروعا جديدا للربط الكهربائي بقيمة مالية تصل إلى 23 مليون تم إسنده إلى شركة أبينغوال إسبانيا التي تطبق حلولا تكنولوجية مبتكرة في مجال التنمية المستدامة في قطاعي الطاقة والبيئة وفقا للمصادر ذاتها فإن مشروع نقل الكهرباء الجديد سيسمح بالاستجابة جزئيا لاحتياجات المغرب من الكهرباء بصورة فعالة ومستدامة وتحسين ربط شبكاتها مع الشبكة الجزائرية وستكون الشركة مكلفة بمسؤولية الهندسة والتصميم والبناء والصيانة وتشغيل النقل الكهربائي على مسافة 210 كيلومتر حيث ستتضمن كل مرحلة أعلى مستويات الجودة ومن المقرر دخول هذا الخط حيز الخدمة سنة 2016 في الشأن الدولي أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس اليوم الثلاثة أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أظهر التقدم الباجي قائد السبسي ب39.46% من الأصوات على أقرب منافسي المنصف المرزوقي الذي حصل على 33.43% وأضفت اللجنة في مؤتمر صحفي أن الهيئة ستعمل على تنظيم دورة ثانية بين قائد السبسي والرئيس الحالي المؤقت المرزوقي في غضون أسبوعين من تاريخ اليوم وذلك في حال لم يعمد أحد المرشحين على تقديم طعن وعلى الرغم من تقدم السبسي زعيم حزب نداء تونس إلا أنه لم ينجح في الحصول على الأكثرية المطلقة من الأصوات المتمثلة بأكثر من 50% وعليه فإنه سيخوض الدورة الثانية بمواجهة المرزوقي الذي حل ثانيا نختم هذا المجز أعزاء الأفاضل بالخبر الرياضي حيث كشفت قطر عن التصميم الجديد والتحديثات الجارية في الصاد خليفة الدولي ليصبح ثالث ملعب يعلن عن هويته الجديدة من الملعب المصطدفة لكأس العالم لكرة القدم 2022 وذلك على هامش كأس الخليج بالرياض وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيان أن الصاد الخليفة سيسع إلى 40 ألف متفرج ومن المتوقع انتهاء أعمال تجديد فيه في 2016 على أن يصدف مباريات في الدور الأول وحتى دور الثمانية وبدأت أعمال التحديث في الصاد الخليفة في يونيو الماضي وتتمثل أهم الأعمال في بناء سقف متصل بالسقف الحالي ليغطي أغلبية الملعب وتزويد الملعب بتقنية التبريد المبتكرة لتبلغ درجة الحرارة 26 درجة مئوية وإنشاء متحف أولمبي بهذا الخبر الرياضي نأتي وإياكم أعزاء الأفاضل إلى نهاية هذا المجز في أمان الله اشتركوا في القناة